مراكز الخدمة الحكومية توجه حكومي صيغت له السياسات والخطط الواضحة في كافة المسارات التنموية تطلعا للتميز في الانتاجية والمستويات الخدمية وسعت الى تحقيقها كافة المؤسسات والاجهزة الحكومية لتتنافس نحو نيل تقييم عال ومتقدم في خدمة العملاء في برنامج تقييم الذي يعزز من خلاله الرؤى الحثيثة والسديدة لرفع اداء المؤسسات والاجهزة الحكومية الى مستويات تنافسية من الابداع والشفافية والمعرفة هدفنا احنا في الوزارة ان نوصل لمرحلة التكامل في تقديم الخدمات الحكومية فعملنا على التحول الالكتروني الشامل للخدمات الاسكانية المقدمة للعملاء وطبعا دور المركز في تقديم الخدمات يكون في الدعم اللازم للمواطنين في هذه الخدمات بحسب معايير دليل تقييم تجربة العملاء في مراكز الخدمة الحكومية لابد ان نكون متواجدي لتقديم خدماتنا لكل فئات المجتمع وكل فئات القطاع الخاص بحيث نقدم لهم كل خدمات تمكين ونكون متواجدين بحيث نعطيهم الدعم بسهولة وبكل سلاسة فلذلك احنا اليوم في خطة مستمرة لتطوير كل هذه القنوات بالاضافة الى قنوات الافتراضية ومنذ تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بأعضاء ذو خبرة ميدانية في العمل الحكومي للإشراف العام على عملية تقييم مراكز خدمة العملاء تقوم اللجنة بجولاتها الميدانية لتصل اليوم الى دورتها الرابعة والتي تهدف الى تمكين المراكز الحكومية لدى الجهات في مملكة البحرين وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات حكومية بأعلى درجات من الكفاءة والفاعلية من خلال الزيارة اطلعناهم على الخدمات اللي احنا نقدمها في المركز الخدمة وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء والارتقاء فيها معايير التقييم صارت اساس في خدمات المشتركين اللي احنا قاعدين نسويه ونقدم المشتركين للخدمات عن طريق طبعا كل قنوات الخدمة اللي احنا نوفرها لهم بالاضافة طبعا الى تنافسنا حكشرف الحصول على الدرع الذهبي احنا ايضا نعتبر هاي التقييم ونعتبر تقييم خدمات المشتركين وتقييم مراكز الخدمة كفرصة لنا ان احنا نطلع على افضل ممارسات في الجهات الحكومية الاخرى افضل ممارسات اللي قاعدة تصير اقليميا وتصير دوليا وتقديرا للجهود المبذولة للجهات الحكومية التي تحظى بتكريم مراكز خدماتها من قبل برنامج تقييم يتم منحهم دروعا ذهبية والبعض الاخر دروعا فضية يتم تعليقها في المراكز وابرازها كعلامة معتمدة دالة على تميز المركز في تقديمه للخدمة ومدعاة ايضا لتحفيز الموظفين على استمرارية العمل بفاعلية وتقديم الخدمات بافضل الوسائل المتاحة للمواطنين تقييم مراكز الخدمة الحكومية يهدف الى اطلاق العديد من المبادرات التطويرية للارتقاب الخدمات المقدمة لجمهور العملاء ليشكل التقييم خارطة طريق للوصول الى افاق جديدة باستخدام مفاهيم حديثة ومبتكرة في العمل الحكومي ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين